في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز من عام 2021 تأتي الانتخابات التشريعية لتثير عاصفة من الجدل والانقسامات الحادة بين مستاء يرى التجربة الديمقراطية تلفظ أنفاسها الأخيرة وطرف يراها خطوة نحو الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد في هذه المرحلة الحرجة ومرد الجدل حول هذه الانتخابات للقانون الذي أصدره الرئيس سعيد بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014 حيث يقلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا بعد أن كان عددها 217 منها 151 للداخل وعشرة مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج وبموجب هذا القانون أيضا سيختار التونسيون مرشحهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة وهو ما سيعمل على تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أصبح داء صلاحيات محدودة مقابل الصلاحيات المعطاء للرئيس بموجب تغييرات قيس سعيد ورافق الأعلان عن تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بتشكيلتها الجديدة نقاش حول مدى استقلاديتها ومزاقيتها خاصة وأن أعضاءها معينون من الرئيس كل هذه المعطيات دفعت عدد من الأحزاب السياسية إلى مقاطعة الانتخابات واللجوء إلى التظاهر تعبيرا عن رفضها محذرين من انتجاه البلاد إلى مرحلة حكم الرجل الواحد وخنق الحريات العامة قوى السياسية أخرى ترى أن هذه الانتخابات ستقود إلى مرحلة الاستقرار السياسي والعمل على حل المشاكل الداخلية بعيدا عن المعرقلات التي تولدها كثرة المناكفات السياسية وبكل الأحوال تأتي هذه الانتخابات في ظل ضائقة اقتصادية خانقة أثرت على شريحة كبيرة من الشعب التونسي وجعلت همه الأول تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية